أهلا بكم في فقرة جديدة من برنامجكم المؤشر خلال الأيام اللي فاتت وتحديدا بعد إلغاء شهادة 15% وخفض الفائدة أسعار الفائدة شهد التغيرات كبيرة والبنوك أخذت قرارات كتيرة منها اللي سبت سعر الفائدة ومنها اللي خفضها وكانت من أبرز البنوك اللي خفضت سعر الفائدة هو بنك التجاري الدولي اللي قرر الخفض جديد على شهاداته السلسية بقدرها 1% اللي ترجع لتسعة ونصف سنويا بدل من عشر ونصف سنويا بالنسبة لدورية الصرف السنويا وتسعة وخمسة وسبعين من مية في المية بدل من عشر وخمسة وسبعين من مية في المية سنويا للعائد النصف سنوي كان سبق البنك الزراعي المصري اللي خفض 1% على شهادة الحصاد وكذلك المصرف المتحد واللي خفض 5% على الشهادة المساية وزي ما قلنا عدد كبير من البنوك قرر تزبيت أسعار الفائدة بهدف جذب حصة سوقية أكبر من الودائع وتعويض ان كماش حساسها خلال الشهور التسعة الأولى من العام اللي فات وده كان لصالح بنوك الأهلي ومصر وأشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصر في المتحد قال إن البنك خفض منتج واحد 500% فقط للحفاظ على تنفسية العوائد لديه وزيادة حصاته السوقية من الودائع وقال إن البنك حارس على تحقيق المزد من الحفاظ على عوائد تنفسية وإدارة تكلفة الأموال بشكل جيد بما يحافظ على مستهدفات النموة الربحية كمان قال إن التجزئة بتسهم بالحصة الأكبر في قاعدة الودائع في البنك فهو ما يمنحه استقراراً وقدرة أكبر على خفض الفائدة وتكلفة الأموال خاصة إن الشهادات متغيرة العائد وحسابات التوفير والجارية بتمسي حصة كبيرة وانفرد بنك البركة والمصرف المتحد بتقديم الشهادات زيادة العائد المقدم وسجل آخر سعر كوبون موزع لدى البركة في ديسمبر الماضي على تلك الشهادة 8.5% فيما بلغى سعر الفائدة 7% لدى المصرف المتحد يجي بقى الأعلى سعر فائدة فبيسجل أعلى سعر فائدة على الشهادات الثلاثية في بنك التعمير والإسكان عند 12% بدورية صرف سنويا ويليه البنك الأهل الكويتي 11.5% بدورية صرف سنويا